سلي مساحتنا الأخيرة من صباحنا غير لليوم راح تكون مع المساحة الطبية ورح نحكي فيها عن موضوع الكورونا ولكن عن تأثيره على موضوع الحمل والأرضاع والتخطيط للحمل مخاوفة كبيرة وهواجس كبيرة عند السيدات رح نحكيها أكيد لليوم مع دكتورنا أكرم الأحمر الاستشاري بالأمراض النسائية ومعالجة العقوم يسعد صباحك دكتور دائما صباحاتنا متبيزة معك لأنه بيكون مواضعنا دائما مختلفة يعني ما فيها تكرار وروتين اليوم راح نحكي بما أنه هالكورونا عم يتطور ما صار ما ملحق على كورونا يعني كل موضوع بتطور للأسف يعني خلينا نحكي أو ناخد فكرة عامة عن كورونا هلأ كورونا هو منعرف أنه اسمه كوفيد 19 لأنه إجاب آخر يوم بسنة 2019 هو فيروس يعني حمى راشحة مانو بكتيريا مانو جرسومي بيصيب البشر بمختلف شراء حول العمرية بيعطي أعراض مختلفة جدا من شخص لشخص طبعا الحالة العامة لأي شخص يصاب أو قبل ما يصاب يلتقط الفيروس لكورونا الحالة العامة الصحية بتلعب دور كتير مهم لأي له الحالة التغزوية بتلعب دورها مهام جدا الشيء الثاني المهم وهو اللي أدى بالسنة الماضية للحقيقة لشهداء كتير كانوا نعتبرون كلنا شهداء أكيد ضمن القطاع الطبي من زملاء طباء وكادر طبي نعم هنه بسبب شي منسميه الحمل الفيروسي شو يعني كلمة الحلم من الحمل الفيروسي بمعنى أنه قديش هالشخص تعرض لكمية ما راح نقوم ما فينا نقول عدد نحصي عدد بس أنه الكمية كم مليون أو كم مليار فيروس تعرض جهازه المناعة بجسره نعم هذا مسميه الحمل الفيروسي فلذلك منلاقي أنه كان أعلى نسبة وفياتها بين الأطباء السنة الماضية لأنه هنه بيتعرض واحتكاك مباشر مع مرضى كورونا وبالتالي وقرب مباشر يعني في شبه قرب لصيق راح نسميه وأخذوا حمل فيروسي عالي كتير فكانت إصاباتهم جدا حادة وللأسف قدرت لوفيات كتير كبيرة هلأ الفيروس كورونا بنعرف نحن أنه هو أدى إلى عمل اللي بحاله كتير شغلات آخر موجة كانت هي بنتحول الهندي دلتا هلأ كان في قبل شي ثلاثة شهور متحول لمبادا وهي كان بالبيرو والمكسيك بس ما انتشار هلأ بقى بلاش الأوميكرون يلي طلع من جنوب أفريقيا الحقيقة المعلومات ما كتير رساتها وافية عنه ولكن لحصن الحظ لغاية هاللحظة منقول أنه أعراضه ليست أشد نسبة الوفيات ليست أعلى ولكن نسبة انتشاره أسرع بكتير من المتحول الهندي فلذلك هلأ بآخر يمكن من خمسة أيام خلال خمسة أيام يعني وقبل 12 يوم وصل عدد الإصابات بأوميكرون بدولة مثل بريطانيا لحوالي 100 ألف إصابة بأوميكرون متحولة الجديد فهلأ اللقاحات الموجودة هل هي كافية لتغطي الأوميكرون المتحول الجديد دراسات بتقول وافية ولكن مو بنفس نسبة الوقاية اللي بتعملها من المتحول الهندي وإذا فيه أبحاث جديدة بدأنا نص أذار لحتى يطلع لقاحات جديدة تغطي الأوميكرون مثل ما طلعت لقاحات لغطى الدلتا نعم مثل ما ذكرت حضرتك أنه تطور الفيروس عم يكون سريع جدا حتى أسرع من اللقاحات ولكن سالي حلم الإنجاب عند السيدات ما فينا نوقف أو نأجله لانتهي هاي الموجودة خليني نحكي عن موضوع كتير مهم هو التخطيط للحامل هون السيدة شو لازم تعمل يا ترى تاخد لقاح قبل بفترات جهز جسمها صحيا بالتغذية تعالج أمراض كيف لازم يتخطط لموضوع الحمل تمام سيدتي هلأ خليني نتفع على الشغلة أنا وياكم إنه اللقاح هذا عنوان هلأ ممكن نفصل فيه اللقاح ما له علاقة لا بالحامل ولا بالأرضاع ولا بطريقة الولادة ولا بالتخطيط للحمل تنصح تنصح فيه تماما بس نحكي بقى بمجموعة تفاصيل صغيرة هلأ رح نفترض في قدامنا الصبية هلأ هي خاطبة أو بدأ تخطوب وبدأ تزوج بعد خلين نقول ستة شهور طيب تجي بتقول إنه طيب بدأ تفوت تحضر حفلة بدار الأوبيرا ما فيها تفوت أو دائرة رسمية بالدولة أو بدأ تسافر بدون ما تكون أخذ اللقاح طيب إنه إذا أخذت أنا اللقاح هلا من هون للسنة إذا تزوجت بعد شهرين ثلاثة ستة شهور من هون للسنة أنا ممنوعة عن الحمل لا إلا معنك ممنوعة إن أخذت اللقاح اليوم بعد شهر معنك ممنوعة عيشي حلمك كما ذكرتيني رمي أنه حلم عيشي حلمك وحققي بهالمعنى أنت بأمان أي نقطة فلذلك نقول إنه من ناحية التخطيط للحمل لا بالتخطيط للحمل ولا التخطيط للزواج إلو علاقة اللقاح تبع كورونا هلأ لسبب بسيط وهذا ينطبق على إنه المبدأ البسيط لحكينا لا حمل ولا أرضاع ولا تخطيط ولا طريقك بلادي السبب البسيط إنه أبحاث على الحامل والجنين أول بدأت خطط للحمل أو يلي عنده حامل بأشهر ثلاثة الأولى أو الأشهر الأخيرة بلا 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 هلأ بتمرق معنا يلي أبحاث وجريت على الحوامل وجريت على الحوامل ما في لأنه من الأصول أخلاقيات المهنة إنه أبحاث تجرى على الحامل لو أخذت موافقة الحامل على أنه يصير في بحث عليها بس أنت ما أخذت موافقة الجنين يلي هو كائن حي فيذلك ما بتصير الأبحاث هي من جهة من جهة تانية سيدتي إنه نحن منقول التالي إنه بالطرائق اللي منعرفها لطريقة تصنيع اللقاحات يلي هو ما فيه لقاحة بيعطي فيروس كامل يعني صحيح يلي أنه يؤدي للرصابة نعطي البقايا أو لا نعطي جزء منه يلي هو مسؤول عن تحريض الجهاز المناعة على أنه يعمل ردة فعل أولية ويكون جاهز وقتها لذا رد دخل الفيروس مرة تانية شيء اسمه الخلايا الذاكرة يلي أنه هي جاهزة ولا تطلل لها الفيروس لما يدخل تاني مرة فإنه يا بيكون فيروس مضعف ما بيسبب مرض يا جزء من الفيروس لا يسبب مرض أو عن طريق أخرى الـ RNA كمان لا يسبب مرض ولكن كلهم يؤدوا إلى رد الفعل المناعي يلي هو يحمي جسم البشر من الإصابة اللاحقة إذا بدها تصير فلذلك من هذا العنوان أنه كيفية طريقة تصنيع اللقاحات فهي آمنة على الحامل وآمنة على إبدأة برمج حملة أو زواجها وآمنة للي عم تقوم بعملية الأرضاء فلذلك جدا الموضوع بسيط هلأ أعطي مثال علي يعني مثال أنا عشته أنه بالرغم من هذا الكلام اللي أنا عم أقوله أنه مثلا زوجتي رفضت تأخذ اللقاح أثناء الحمل أوكي أنه لأ أنا حامل بس طيب شو اتخذنا إجراءات وقتها وخاصة أنه دورينج يعني بخلال فترة الأشهر الحمل الثلاثة الأولى 12 أسبوع يلي هنا مرحلة تشكل أعضاء الجنية هي أهم مرحلة أساسية أنه وقتها من إلا للحامل ما بدك تأخذ اللقاح عندك مخاوف ما رح مغصبة بس أخذتها ولا ما أخذتها أخر شيء لا هلأ بس هلأ صارت يعني بفترة الأرضاع رح تأخذه خلاص تمام بقى إلا أنه نحن للحامل بهالحالة أنه على الأقل بأشهر الحملة الثلاثة الأولى أنه أنت هدي على حالك خففي الإختلاط خذي الإجراءات اللقائية الاحترازية المتعرفة عليها عالميا مشان ما طلقت هذا الفيروس أوكي طيب هلأ أنا بدي أقول شغلة بمفهوم آخر يعني نجي للموضوع من باب طيب هلأ أنا بدي أقول أنه في عنا حامل هلأ عنا حامل سواء بالأشهر الثلاثة الأولى أو المتوسطة أو الأخيرة طيب هلأ هي الحامل أي أسهل إلى أو أي أفضل إلى أول حملة للجنين اللي ببطنة طلقت عدوى وبعدين إن شاء الله طبعا بالطيب طلقت عدوى بكورونا وبعدين جسم يتمنع بعض الإصابة يعني بعض العدوى الحقيقية ولا تاخد اللقاح يعني مثل ما قلنا طريقة تصنيع اللقاحات آمنة إلى أي أفضل أكيد تاخد اللقاح ما هيك سالي تماما دكتور بس سؤال يمكن جدا مهم هل تؤثر إصابة المرأة الحامل على الجنين يعني هل ممكن تنقله الفيروس يعني هذا موضوع كتير مهم تماما سيدتي رح نحكي الشيء التالي نحن قلنا أنه الكورونا هو عبارة عن إصابة فيروسية مظبوط؟ نعم فيروس حمى راشحة طيب نحن الحامل في كتير حمات راشحة مثل اللقريب أو السايتوميغاليفاروس أو يعني الحمى المضخمة للخلايا بلا 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 يعني ممكن تصيب الحامل نعم طيب حموية حادة ارتفاع شديد لدرجة الحرارة نعم أو إسهال شديد وإقياع شديد تجفاف ما في سوائل بلا 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 من هالناحية هاي ممكن يؤثر على الحامل بس ضمن منظور أنه مثله مثل أي إصابة فيروسية بتعرض للحامل أما هو بالخصوص كورونا أنه ممكن يؤدي لذية الجنين أو ينتقل عبر المشيمة بالجنين أو يوصل للسائل الأمنيوسي المحيط بالجنين نوب لا ما في أبدا هيك وهذا إنجاز يعني إنجاز رباني كتير حلو الحمد لله بهالبلوة اللي إجايت بنسأل دكتور عن السيدة اللي حانة موعد ولادتها وهي للأسف مصابة بالكورونا أو بعدها ما شفيت مية بالمية طريقة الولادة هي رح تكون طبيعية أو القيصرية بينصح الأطباء بأحدى أنواع الولادات يعني أفضل بحال إصابة يعني بنتولد وهي مصابة بالكورونا وهي مصابة بالكورونا أنه أصيبت ولم تشفى تولد بالطريقة وتتخيل حالا أنه هي لمصابة بالكورونا ولكأنه بطريقة اشتفاء لسه بالطريقة المناسبة إلا بالطريقة المناسبة ولكن شلو منقول مع الحرص أنه إذا كانت ويلاذة طبيعية يكون عندنا درجات تعقيم أعلى للمنطقة من يبني وإذا كانت إصابتها حديثة وخليني هون وضحها النقطة إذا بتسمحي لي إصابتها حديثة وهي طبعا نحن ننصح بالأرضاعة الطبيعية أنه هي بدأ تقوم بعملية الأرضاعة الطبيعية للوليد تبعها أنه إذا إصابتها حديثة بمعنى هي استل أنه لساتها معدية أنه لا طبعا أكيد بتلبس الماسك أو ماسكين وتشفط الحليب من الصدراء وتعطيه عن طريق الببرون لابنة لغاية ما تشفى وترجع وترجع للصدراء بعدين هذا هو الإجراء الوحيد الذي مننصح فيه عدا عن هيك منقول الإجراءات الطبية الاحترازية كونها هي مصابة أو لم تشفى تماما قد تكون لساتها معدية طبعا ولأنه ممكن يضل خواري 15 يوم لثلاث أسابيع لحتى يطلع الفيروس وتتم الشفاء بشكل كام إن شاء الله منقول الإجراءات الوقائية للمحيطين فيها الأهل هي بيكونوا أكيد محتفلين بجاية مولود جديدة على الحياة إن شاء الله وللطاقم الطبي يلي عم بيقوم بعملة التوليد والعناية فيها لغاية ما تولد وبالوليد تبعها فلذلك هي توجهون إنه أنا عندي أعراض أنا مصابة بكورونا لسه ما شفيت أو شفيت أو إذا عندي أعراض تانية أنا بشك إنه معي كورونا وتم ناخد الإجراءات تعمل المسحة نعمل عيار الأضاد بلا 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 الإجراءات المطلوبة لو نعرف أولا طمنا ونحن كجهاز طبي ناخد إجراءاتنا نعم دكتور خلينا نحكي بشكل علمي وهيك شوي يمكن واقعي مع هالفيروسات اللي عم المير فيها أو عم المير فيها السيدات وبقولوا دائما السيدة هي شوي عندها مناعة أقوى من الرجل ولا هذا أقاويل تحكى ولا هي بتتحمل أكثر من الرجل لا هي شغلة ميزة لكم خلينا نمشي فيها لا خلينا نحكي عليكم بل كي بصير في هيك عين حسد بتكبر أكثر لا الحقيقة سيدتي هي إنه جهاز المناعة تبعا أنه أقوم جهاز المناعة للرجل لا ما في هيك شي لا 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 ولكن نوعية السيدة خاصة أثناء الحمل جهاز المناعة تبعا بيقوم بطريقة عجيبة غريبة ربانية لا توصف بمعنى إنه إحنا إذا بدخل بجسم كل واحد فينا أفوا شكرا لو شوكة صغيرة تلاقي جهاز المناعة بيركود بيخاصرها بيعمل آلية التهابية حواليها بيليف حواليها لهو تميزة لحتى إنه يعزل عن الجسم وما تعمل أثر ضار أما بالمقابل بالمقابل الجنين لما بتشكل بأحشاء الأنثى برحم الأنثى السيدة الجنين لما بتشكل يلي هو منعرف إنه بيبدأ نطفى وبويضة وبعدين بيكاثر خلايا وبيتمايز بشكل جنين جهاز المناعة بيقوم بعملية تعديل مناعي طبعا إحنا إحنا إمكان بتهيأ لي ما منعرف عنا نقطة من بحر هالآلية هاي إنه كيف يقبل هالجسم الغريب ومو بس يقبله يدافع عنه ويحميه من حاله من جهاز المناعة ويدافع عنه من القصص التاني اللي بتجي من بره الطريقة عجيبة غريبة في ذلك منقول هاي النقطة إنه جهاز المناعة مميز جدا عنده الأنثى بس من ناحية الكورونا لأ جهاز المناعة من ناحية الكورونا ما تركت حدا مثل مثل الرجل لا هيو بلاء أعظم ما ترك حدا فلذلك نحن منقول إنه السيدات اللي عندن هني من فئات التعرض الأعلى يعني الاحتكاك أعلى مع مرضى الكورونا أو بأماكن اكتزاص بالمكان بالوظيفة أو شي من هدول إنه كتير في عندن احتكاك من إلا إن كنتي حامل وخايفة مرئة بس أول 12 أسبوع وبعدين خدي اللقاح وإنتي حامل نعم بالمصد بالتلت التاني والتالت إن كنتي مرضع خديه فورا إن كنتي عم تبرمجي لموضوع إنه تتزوجي وهيك بالرغم إنه ما له علاقة بس من إلا خديه فورا لنحميه كونه من فئات التعرض الأعلى مولي أنه خايفين علي أكتر من الرجل أو إنه جهاز المناعة تبعا أقوى من الرجل فذلك منقول لهم خدوا اللقاح بأمان لا تخافوا أكيد لا تخافوا ورحقول بس إيكا معلومة بسيطة فضال إيه طبعا طبعا طيب رحقول بس معلومة بسيطة بالنسبة للقاح بشكل عام للكل هلأ للكل إنه بعد دراسة بأمريكا وهنك دراسات دقيقة طبعا نوعا ما أو عالية إنه على 100 مليون شخص أخدوا اللقاح ومئة مليون شخص لم يأخذوا اللقاح تمام رح نلاقي من بين المئة شخص اللي أخدوا اللقاح كان في تسعمية وستة وتسعين وفات مو بسبب اللقاح لما أصيبوا مرة تاني صار في عندهم وفات تسعمية وستة وتسعين يعني خلا نقول ألف من أصل المئة مليون بالمقابل من المئة مليون يلي لم يأخذوا اللقاح كان عندنا الوفيات حوالي مليون وثمانمئة ألف معنا تأثبت اللقاح جدارته جدارته بالمطلق من ناحيتين شجعنا الدكتور نأخذه للوقاح أنا اللي هلأ ما أخدته يمكن هلأ أخدتي الحمد لله شجعتنا هلأ نأخذه ومشاء الله مبارك لك لوقاحك كمان إن شاء الله كما صارنا نقول مبروك وهو لا ضروري وهو واجه طبعا لا بس نحنا خلا نبارك في إنه إنجاز لأنه بفترة بسيطة يعني ما صار لسل الموضوع أكيد أي مشكور الرزان أنه يعني أجهزة الدولة الصحية بجد ترفع لها الكبعة يعني أنا بارح شفت منظر ورح قد شي أنا عايشتهم بارح إنه عم باخد بنتي صغيرة لميتها إنه مشان تروح تاخد لقاحات الله يسلمكم يا رب عمرها شهر واسبوع تاخد لقاحاتها كطفلة هلأ بمركز بسبع نيسان بالصحي لقيت الإقبال والإزدحام وهذا الحكي الساعدة عشو مصر الظهر الإزدحام على لقاح كورونا لا يوصف والله العظيم إنه حسيت بفرحة غامرة بتذكر أنا وإياكم بحلقة من شيء أربع شهور بسبع أول الصيف أو نصف الصيف كنا عم نبيع العالم عم نحكين ونقنع العالم باللقاح كانت نسبة تقبل اللقاح بسوريا تطلع حوالي 1.8% 2% تقريبا خلالي 2% هلأ النسبة أنا برأييتها كانت تلامس الأربعين بالمئة وهذا إنه خلال فترة بسيطة تم تقبل الموضوع عم ناخده نعم ياريت نوصل على الأقل نسبة 75% فسالي ياريت تاخدي اللقاح فورا فورا أي فورا بس لا طيب من القريب ما رح يأسر خديه فورا هاي على الهوة عامل لك خديه فورا طبطي وما طبطي من القريب خديه إذا ما في حرارة عاملة هاي نصيحة دكتور أكيدا دكتور نسأل معناتكم نوع نحكي عن اللقاح هيك سريعا تجديد اللقاح صحيح كل 6 شهور أو سنة لازم الواحد يرجع ياخده حلو سؤال كتير رح أحكي كلام كتير دقيق هلأ نحنا كأطباء نحنا من الأوائل الدفعات اللي أخدت اللقاح هلأ صار عمي الحكة بالجرعة الثالثة المعززة تمام هلأ نحنا أنا من واحد من الناس اللي عم قول إنه مجرد ما إجا أمر مؤسسات صحية الرائعة ببلدنا الرائعة الرائعة يلي بالرغم من الدمار المهولة اللي حل فيها بسبب الحرب القزيرة على سوريا إنه مجرد ما إجا توصية أو أمر إنه ناخد الجرعة الثالثة المعززة أنا رح كون من أوائل الناس رح أخد الجرعة الثالثة مو بس هيك إنه في بعض الدراسات في بعض دراسات عم بتقول إنه ممكن بسنة 2023 بأولة يتحول الكورونا كلياته لمرض موسمي مثل الفلول ويصير وقتها لقاحه سنوي حتى إذا هيك صار رح ناخده كلياتنا أنا برأيي هذا إنجاز حلو خلينا نلقطه لأنه ما تتخيري الدمار اللي عم يصير بالمجتمعات وبالقطاع الصحي بالإصابة نتيجة الإصابة بكورونا إن شاء الله يا رب دكتور هيك الشفاء العاجل لكل المرضى إن شاء الله ما حدا بيصيبه ضرر مثل ما بيقولوا يمكن الإنسان شوي هيك إذا كان عنده قدر من الوعي يمكن يتجاوز كتير قصص وبيقولوا وإشاعات الوقاية خير من قنطر وإشاعات ومخاوف وأرجوكم ما حدا يتابع النت صحيح ما حدا يقرأ عن إنترنت صحيح نهائيا لأنه سمعنا يسبب عقم ونقص بالإخصاب اللقاح شائعات يعني تجي لألنا ومنسألة بالعياداتنا للأسف للأسف لا حدا يتجاوب نعم نعم نشكرك كتير لوجودك معنا الدكتور أكرم الأحمر استشعاري بالأمراض النسائية ومعالجة العقم شكرا كتير شكرا لأدعك دكتور وأهلا وسهلا وورد صباح